معاناة جديدة يعيشها اليمنيون مع اشتياح الموجة الثانية من جائحة كورونا المرافق الطبية في البلاد فبينما يتعين على اليمنيين الخروج كل يوم للعمل وتلبية احتياجاتهم أبلغ الأطباء عن زيادة مقلقة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس في مدينة تعز اليمنية الكوفيد-19 يطغى على كل الخدمات الصحية النظام الصحي مرهق وما أهلت إلى الأحداث بسبب كوفيد-19 يزيد الأوضاع السوء بشكل مقلق ومع قلة اللقاحات وعدم وجود تدابير وقائية في مستشفى الثورة في تعز يشعر الأطباء بالقلق على المرضى خاصة المصابين بأمراض خطيرة ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود فإن اليمن يشهد تصاعداً مستمراً في أعداد مرضى كورونا حاجة إلى العلاقات اللازمة حتى نتم إعطائها لمرضى المصابين بالكوفيد-19 ونعطي علاقات أصلاً خاصة بالحالات الأخرى التي لم تصب بالفيروس تكون لدعم المناعة حيث أن مرضى الفشل الكلوي تكون مناعتهم ضعيفة وتكون مصاحبة لأمراض عديدة منها أمراض السكر وأمراض القلب وأمراض الكبد وهذا قد يؤثر بشكل كبير على بقية الحالات وقد سجل اليمن منذ بداية انتشار الوباء ألافاً من حالات الإصابة ونحو 800 حالة وفاة لكن مسؤول الصحة يرون أن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير نظراً لقلة الاختبارات التي تجرى للكشف عن المرضى